وطن منحازون للحقيقة وزير المالية ووزيرة الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات مالية دولية هذه الخطة هي عبارة عن آلية جديدة سينفذها الاتحاد الأوروبي بهدف الارتقاء باقتصاد السوق في الطفة الغربية وقطاع هزة لجذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والاستثمار داخل المدن ولدينا توقعات كبيرة بأن الخطة ستوفر الإمكانية لتوسيع الاستثمار في الضفة والقطاع نحن اليوم نطلق مشروعا مميزا جدا وهو تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونتوقع أن نقدم هذه الخدمة لأكثر من مئة مشروع فلسطيني نحن نؤمن أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس للتطوير الاقتصادي لذا نرى أن مشروعنا هذا مهم جدا ووفقا للخطة الاستثمارية الجديدة فإن الاتحاد الأوروبي سيوفر أربعة مليار ومئة مليون يورو لدعم التنمية المستدامة في دول إفريقيا والجوار الأوروبي ومن بينها فلسطين كما سيوفر المساعدة التقنية والفنية لشركات القطاع الخاص من أجل تحسين جودة مشاريعها إننا في غاية الحماس لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين لدفعها إلى الأمام لقد لمستوا في فلسطين شبانا لديهم الدافعية الكبيرة للاستثمار والرياضة وهم خريجوا تعليم عالي أنا أرى أن دعم هذه المشاريع التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد يعني توفير فرص تشغيل للشباب ما يسهم في التطوير الاقتصادي من أصعب التحديات التي نواجهها هو جذب الاستثمارات الخارجية لفلسطين فعمليا مثل البنك الأوروبي للتنمية وجوده بفلسطين واستعداده للاستثمار في قطاعات وقطاعات واعدة هذا مهم والبميز البنك الأوروبي للتنمية هو ليس بس الاستثمارات المادية ولكن كذلك بقدروا يقدم النصايح للمستثمرين الفلسطينيين الخطة التي أطلق عليها الاتحاد الأوروبي اسم جونكر كانت قد قدمت سابقا أكثر من 240 مليار يورو من الاستثمار في أكثر من 30 دولة مجاورة وصديقة للأوروبيين حلويات زلطيم الفلسطينية في الأردن كانت إحدى المستفيدين من الدعم الأوروبي الذي ساهم في تحويلها من مشروع عائلي إلى شركة تضم عشرات الفروع في مختلف أنحاء الوطن العربي لأينا أنه لازم يكون فيه مأسسة الشركة ومين اللي بده يساعدنا بهذا الشيء هذا بدنا شخص أو طرف اللي إحنا منعرف أنه يكون يعني منقدر نقول أنه طرف يكون نوعا ما حيادي توجهنا للبنك الأوروبي والبنك الأوروبي يسر ساعدنا على إدراك إيش حاجاتنا عشان ننتقل من المرحلة إحنا كنا فيها لنحول الشركة لمؤسسة ووفقا لهذه الخطة فإنه من المتوقع جمع حوالي 44 مليار يورو للاستثمار الخارجي في الفترة ما بين 2017 وحتى 2020 لكل من دول إفريقيا والجوار الأوروبي والتي ستساهم بدورها في تشجيع الاستثمار في هذه البلدان من مدينة رامالله وفاء عاروري تلفزيون وطن وطن منحازون للحقيقة